أنه خمسين ألف وستمائة مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اشتركوا عبر الموقع الإلكتروني خلال يومين منذ أن دخل هذا النظام حيث التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير الجاري الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل لمدة ثلاثة شهور لحين توفير فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي له الذي يسر العمل به بعد اشتراك العامل في النظام لمدة 12 شهر متتابعة ويعد هذا النظام اختياريا للموظف وذلك بحسب وزارة الموارد البشرية والتأمين فقد تم الاشتراك لأكثر من 60 ألف موظف خلال يومين اختار 90% منهم الاشتراك السنوي الذي يصل بين 60 إلى 120 درهم سنويا بحسب الراتب المؤمن عليه